وكريم قال ملفات كتيرة بس أنا عايزة أبدأ بجائزة الأفضل واختيار حضرتك طبعا يعني زي حاجة مشرفة جدا ضمن لجنة التحكيم وعايزين نعرف بقى أكتر وقليات كمان الاختيار طبعا أنا اتفاجئت بالتحق الدول لكرت القدم من هو اختارني للتصويت على جائزة الأفضل طبعا جائزة الأفضل دي بتشمل أحسن لعب أحسن لعبة أحسن مدرب أحسن مدربة أحسن حارس مرمة أحسن حارس مرمى من كان على مستوى العالم يعني عم مستوى العالم يعني رجال وسيدات طبعا الجمهور اللعب النظيف طبعا فكان منفجأة جدا كبيرة ليا وأسعدتني شخصيا يعني ده يعني بيقولو إيش معنى فلاني يعني هو طبعا فيه ملف كل صحفي له ملف عند الفيفا يعني مسجل الخطر بقى ومسجل يعني أنا شاركت في ثلاث بطولات كاس عالم خمس بطولات كاس عالم الأندية جانب ست دورات أولمبية فيه رصيد عند الفيفا معروف يعني ففجأت بالاختيارهم لي وربما يكون فيه هناك آخرين بس اللي جالي أنا شخصيا وقمت بالاختيارات ورسلتها على قدر ما أستطيع طبعا على قصة نجميلة محمد صلاح طبعا شيء شرفنا وإن شاء الله يأخذها كأس اللاعب السنة دي دي استفتاء الأفضل ده بيشارك فيه حوالي بجانب الجمهور فيه تصويت من الجمهور فيه تصويت من المجرورين الفنيين المنتخبات في العالم كله فيه حوالي 200 صحفي حول العالم طبعا بيأخذوا نسب نسب 25% 25% 25% وإنشان يكون هناك عادل شوية يعني كأس كرة زهبية دايما عليها لغط وكلام كتير ده خلينا نستغل الفرصة أن حضرتك خلاص طرف رئيسي في الاستفتاء ده الاستفتاء الأفضل على مستوى العالم فبرضو ممكن حضرتك تنقلنا الصورة لأن فعلا دايما فيه جوايس كتير لما كنا تعيجها النهائية مش على هوانة كمصريين وعرب يقول لك يا عبد لا الموضوع جمهور العالمين والصحفيين المدربين الفنيين بعد قادة المنتخبات كمان بيشاركوا في الاستفتاء ده فالمسألة يعني إيه مش واخدة تجاه واحد الرعاب يتحكمه أنا رأيي شخصي أن الرعاب يتحكمه في القرى الزهبية لحد كبير لأن دي كيان خاص جدا وبينما الفيفا طبعا له ربما برضو فيه رعاية طبعا أكيد فيه رعاية للاستفتاء بس اللي فيه موضوعية أكثر يعني فإن شاء الله يعني نأمل أن نجمينا محمد صلاح يأخذ حقه وده حق متأخر جدا وأنا شايف أنه مستحق وطبعا أرامل فيه يعني مواهب ومتميزين كتير جدا طبعا أنا عايزة أقول بذكر سادة ومشاهدين مشاهديننا أن الجايزة أحسن لعب وأحسن لعبة أحسن مدرب وأحسن مدربة أحسن حارس وأحسن حارس وأحسن حريسة فيه جايزة اللعبة النظيف دي بيختارها الخبراء من الفيفا مخصصين يعني طبعا أحسن هدف فيه أحسن مدير فني كمان؟ لا ما فيش أحسن مدير فني فيش أحسن مدير فيه لا فيه فيه أحسن كوتش آه موجودة فطبعا الجايزة في العب النظيفة بيختارها لتحدي دولي بمجموعة الخبراء لأنه طبعا بيدعم فير بلاي لحد كبير ودي جايزة إن شاء الله من الحفلة يوم 17 يناير وحنشوفها كلنا ونتمنى أن يكون ساعدتنا كبيرة جدا بوجود محمد صلاح بإذن الله شكرا